تعالوا بقى نروح للصفحة الرسمية لبطول الدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي كاف اللي نشرت صور للاعبي أو لأفضل لعبي بطول الدوري الأبطال الموسم الماضي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تصدر أحمد عبدالقادر صانع الألعاب أو صانع ألعاب فريق النادي الأهلي ترتيب أفضل لعبي بطول الدوري أبطال إفريقيا برفقة يعني اللاعب أنجولي وآخر تنزاني بالإضافة للعب التنسي محمد علي بن رمضان جاءت علي كاف على الصور كالتالي صاحب الأداء الأفضل في دوري أبطال إفريقيا عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين هو وعلمت استفهام